ينضم معنا عبر الهاتف مدير عام التحول الرقمي بهاية تقويم التعليم المهندس علي الغبيشي مهندس علي مساء الخير أولا ذكر في الخبر عن اختبار تجريبي يسبق الاختبار الفعلي ما الهدف من الاختبار التجريبي أولا وهل هو ملزم للطلاب والطالبات نعم أسعد الله مساءكم جميعا طبعا الهدف من الاختبار التجريبي هو الوقوف على تجربة العمل الجديد الهيئة من خلال هذه الجائحة تقدم نوع من الاختبارات الهدف في إيصال الخدمة للطلاب والطالبات للاختبارات المعيارية وأن تصل للمنازل حفاظا على صحتهم طبعا الهدف من التهيئة أن يقوم الطالب والطالبة بالتعرف على بيئة الاختبار آلية التعامل مع نظام الاختبار وكذلك الأمور الأخرى التي تتعلق بدخول الاختبار طبعا الضلقة المهمة من اليوم الاستعدادات أرسل لجميع الطلاب والطالبات النظام على اليميل الاختروني الخاص بكل طالب وطالبة وبدأوا الطلاب والطالبات في العمل على الدخول للمنصة وتعريف بياناتهم حتى يتم إن شاء الله في ستة شوال انضلاق المرحلة التجربية نعم هل هو ملزم للدخول مهندس علي؟ طبعا هو ملزم لهدف أن يكون الاختبار الفعلي إن شاء الله سهلا للطلاب والطالبات لذلك هو ملزم لجميع الطلاب والطالبات الذين قاموا بتسجيل في الاختبارات عن بعد نعم هل هذا الاختبار التجريبي هو لهذه الفترة فقط نظرا للتعليق أنه سيكون إن شاء الله في كل سنة حتى لو انتهت هذه الجائحة نعم هي تقليم التعليم والتدريب تدرس منذ فترة يعني تقريبا من قرابة أقل من سنة إلى الآن تدرس الاختبارات الإلكترونية وتقديمها بشكل جديد وتلاغما مع التحول العالمي في تقديم التعليم عن بعد والاختبارات عن بعد فسيكون هذا خيار أيضا للمستقبل نعم المدة مدة الاختبار التجريبي هل هي مثل الفعلي؟ ما هي المراحل أيضا التي سيكون عليها هذا الاختبار؟ هل سيكون مثل الاختبار الحقيقي أم أنه سيكون أقل نسبة من الاختبار الحقيقي؟ طبعا الاختبار الفعلي الهدف أنه يدخل الطالب لبيئة الاختبار ويتم التعامل مع أسئلة مشابهة للاختبار الفعلي كذلك يتعرف على طريقة التعليمات الخاصة بالذكاء الصناعي مثل ما تعرف أن الاختبارات في العادة يكون هناك رقابة في داخل المقرات التي تقدم في بيئات الاختبار المختلفة عمدنا أن يكون هناك مراقبة ذكية وهناك تعليمات مخففة تم تزدد الطلاب فيها بالأمس حتى يتم التعاون معها وتعرف الطالب كذلك على أي مخالفات لهذه التعليمات وهذه نتيجة الاختبار وتهيئة والاختبار الفعلي مهندس علي لا شك بأن بعض الطلاب ربما يوجد لديه ضعف في الانترنت البعض الآخر ربما لا يوجد لديه انترنت في هذا الوقت كيف يعمل في هذه الحالة؟ صحيح أعدنا أن يكون النظام المستخدم المرشح لتطبيق هذا النوع من الاختبارات أن يستخدم الحد الأدنى من الانترنت وأن يكون أداء الاختبار أثناء بدء الاختبار يستخدم دون الإتفال للانترنت يتم التعامل مع الاختبار فقط يكون في رفع الإجابات في نهاية الاختبار الاحتياج للانترنت فمدة الاختبار وأداء الاختبار الفعلي تكون في مرحلة الأوفلاين بعيدا عن الاتصال للإنترنت وهذا مريح للطالب بحيث يتنقل في الإجابات على الأسئلة إذن مدير عام التحول الرقمي بهاية التعليم أو تقويم التعليم المهندس علي الغبيشي شكرا جزيلا لك وعانكم الله نتقيكم على خير إن شاء الله